السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نبدأ اليوم درس جديد بعنوان قوانين الحساب للصف السادس اولا لكي نبدأ هذا الدرس لا كنت نعرف اهداف الدرس اول حاجة الاهداف المطلوب من في هذا الدرس واحد استخدام حقائق الاعداد لتكوين حقائق ضرب جديدة رقم اتنين معرفة القوانين الحسابية وتطبيقها اثناء اجراء عمليات الضرب يبقى ده الاهداف المطلوبة من في هذا الدرس ولكي قبل ان ندخل هذا الدرس لا بد ان نعرف قوانين الحساب قوانين الحساب يا جماعة لاجراء اي عملية حسابية لا بد ان نتبع الخطوات الاتية ركزوا بقى معايا جدا 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 يبقى انا علشان اجراء اي عملية حسابية لا بد من اربع خطوات لازم اجراء في اي اجراء اي عملية حسابية وايجاتي الناتج بتاعها اول حاجة نفك الاسس رقم اتنين الاقواس اي نوجة ما بداخلها رقم ثلاثة عمليات الضربة او القسمة رقم اربعة نجر عملية الجامعة او الضرح ده اخر شي طيب استاذة يعني قوانين الحساب يعني الاجراء اي عملية حسابية لازم اكون بالاربع خطوات تمام نفك الاسس اللي هو معناها مثلا ده ان شاء الله هناخده باذن الله في الصف السابع باذن الله بالتفصيل ولكن هو غير مكرر على الطالب في هذا الصف تمام بس انا حبيت ان انا اكتبه لكم علشان اوضح الطالب ان اجراء العمليات الحسابية ما بتبتأ بالاقواس الاول لا بتبتأ بفك الاسس تمام بس ده ان شاء الله هنتاوله باذن الله وهناخده في الصف السابع بالتفصيل الممت نفك الاسس مثلا كمعلومة للطالب يعني ان انا لما اقول اتنين قس اتنين اتنين قس اتنين معناها اننا هدرى بال克ل لاتنين دي في نفسها كم مرة مرتين يبقى اللتنين في اتنين يوضي اربعة وهكزا تمام طيب مثلا اخر لو قلت لك مسلا ثلاثة قس اتنين دي معناها ان انا هدرى بالتلاتة دي في نفسها كم مرة مرتين يبقى الثلاثة في تلاتة في تسعة وهكزا ان شاء الله هناخده في الصف السابع نجي بقى في درسينا اليوم إن احنا اي عملية حسابية اول شيء نفك الاسس ده اللي يعتبر ان شاء الله يعني ما علينا في هذا الترم يبقى ما ناخد بنا منها هناخد اول حاجة الاقواس يبقى اول حاجة الاقواس نمجد ما بداخل الاقواس رقم اتنين العملية الضربة او القسمة رقم تلاتة عمليات الجمع او الضربة التلاتة دول هفهمكم في هذا المثال نركز كده معي انا تلوتي لو عملت مثال والتلك تلاتة زائد اربعة ضربة خمسة ومثال اخر قلت للطالب تلاتة زائد اربعة جوه قص ضربة خمسة اول حاجة شفت المثالين اللي قدامنا دول هل هتبقى النتيجة واحدة ولا النتيجة هتختلف ولا هيبقوا كل واحد ناتج مختلف عن التاني هنشوف اول حاجة الاولاني تلاتة زائد اربعة ضربة خمسة واحد طالب هيعمل لي كده أستاذة تلاتة زائد اربعة سبعة سبعة ضربة خمسة الخمسة في سبعة بخمسة وثلاثين تكلموا صحة غلط طب ليه يا أستاذة غلط لأن انا من ايه متى شوية اخدت ان القوانين الحساب اول حاجة ابص على التلاتة دول بالترتيب اول حاجة في اكواس نبص على العملية اللي قدامنا ما في اكواس مخش على اللي بعتاه هل في عملية ضربة او كسمة تمام يبقى انا هبدأ ايه الاول عملية ضرب ثم الجمعة هنا الطالب حلها الجمعة ثم الضرب يبقى غلط اما الايه بقى الحل الصحيح اول حاجة ابص على الاكواس هل في اكواس ما في اكواس مخش على عملية الضرب او الكسمة ايوة في ضرب يبقى نزل التلاتة زي ما هي زائد اللي اربعة في خمسة بكام بعشرين التلاتة زائد عشرين يعطي تلاتة وعشرين وده الناتج الصحيح تمام طيب تعال ندخل كده على المثال اللي بعده عايزين نشوف الفرق بين الاثنين تلاتة زائد اربعة طرب خمسة استاذة انا هحط دي دايما قدامي بحيث ايما نسيش اول حاجة استاذة انت قلتلي للأسس ما لغي علينا ما هناخدها هناخدها في الصف السابع يبقى اول حاجة الاكواس يا استاذة هل في اكواس ايوة استاذة في اكواس يبقى احنا هننجري اللي داخل الاكواس الاول ما نجري الضرب لان الاكواس مصبقة على الضرب والقسمة نجري الاكواس ثلاثة زائد اربعة سبعة سبعة ضرب خمسة يعطي خمسة وثلاثين عايزين كده نقارن النتيجة دي بالنتيجة دي فعلا مع ان المسألة هي هيها بس مع اختلاف الاكواس اختلاف القوس النتيجة تغيرت هنا تلاتة وعشرين وهنا خمسة وثلاثين تمام؟ سوف نأخذ هذه المسائل وحلها نأخذ تمرين عليها اكثر في هذا كتاب الطالب في هذا الفصل تمام؟ نجي كده على السؤال رقم واحد يبقى احنا يا جماعة نكمل احنا كده اخدنا ان قوانين الحساب علشان اجريها لابد لابد من تحقيق هزي الاهداف اول حاجة ان احنا نفتقى الاكواس رقم اتنين نجري عملية الضرب او القسمة رقم تلاتة اجري عملية الجامعة او الطرح نجي كده في مثال رقم واحد في كتاب الطالب اول حاجة بيقول لي استنتب حلولا اول حاجة في اكواس قدامنا ايوه استاذة في اكواس يبقى انا اجري عملية الاكواس الاول تلاتة في اربعة يعطي كام تلاتة في اربعة باتناشر اتناشر زائد ستة يبقى انا اجريت الاكواس وبعتين اجمع عادي بقى اجري العملية العادي اتنشر زائد ستة يعطي كام? تمام? ناخد السؤال اللي بعده. سبعة زائد حضاشر ناقص ستة. استاذة. ايه ده? ده في اقواس. لا. ناخد الاقواس لان الاقواس مسبقة على الجمع والطرح. حضاشر ناقص ستة يعطي خمسة. سبعة زائد خمسة يعطي اتناشر. تمام? نيجي هنا. اربعتاشر تقسيم سبعة زائد تلتاشر. استاذة انا اجر الاقواس الاول. اربعتاشر على السبعة في هال اتنين. اتنين زائد تلتاشر يعطي كام? خمس. تاشر اللي اتنين اللي هي نتج دي. زائد تلتاشر اللي هي دي يعطي خمستاشر. تمام? ناخد السؤال رقم دال. اتنين زائد تلاتة اجر الاقواس الاول. اتنين زائد تلاتة خمسة. هناك ده ناقص. اربع نقص واحد. تلاتة. خمسة نقص تلاتة اتنين. تمام? بنفس الطريقة رقم هاء ورقم واو. اتمنى من الطلاب يحلوه ان هم يحلوها ويورينا طريقة حلوم عشان يشوفهم هل هم ما فهموا ولا ما فهموا. تمام? اهم حاجة علشان نحل ناخد في بالنا القعدة دي مهم. اول حاجة ان احنا نشوف الاقواز. قد انا هفك الاقواز. وبعد ما فك الاقواز هشوف العملية اللي بعدها عملية ضرب بعملية جسمة عملية الجم. اهم حاجة الاقواز اهم شيء. رقم اتنين بيقول هل العبارات التالية صحيحة ام خاطئة? اول حاجة علشان اشوف العبارات صحيحة او خاطئة هجيب ناتج ده كله. وبعدين هجيب ناتج ده. واشوف هل الطرفين متساويين ولا ما متساويين. تعالني جيب ناتج العملية الحسابية دي. تلاتة زائد ستة ضرب اتنين. تلاتة زائد ستة. اول حاجة اجري ايه? الضرب ولا الاقواز? لا الاقواز. ستة زائل تلاتة يعطي تسعة. تسعة ضرب اتنين. تسعة في اتنين بكام? بطمانتاشر. يبقى ناتج العملات كام? طمانتاشر. تعال نشوف دي. هنا تلاتة زائت. اجري دي. ستة في اتنين باتناشر. تلاتة زائت ناشر يعطي خمستاشر. هل التمنتاشر يسوي خمستاشر? يبقى هنا لا يسوي. يبقى هنا العبارة بتاعتي خاطئة. تمام? تعال نشوف السؤال كده رقم به. ستة زائت تمانية تقسيم اتنين. بتساوي ستة زائت تمانية تقسيم اتنين. تعال نشوف نتج العملات الاول. استاذ انا عنتي جامع وعنط اقواس وعنط قسم. اول حاجة نعمل ايه? الاقواس. تعال نشوف الاقواس الاول. تمانية تقسيم اتنين فيها كام الاربع? يبقى هنا كده ستة زائت اربع اللي هي بتساوي كام? عشر. تعال نشوف دي. ستة زائت تمانية تقسيم اتنين. استاذ انا عنتي جامع وعنط قسمة. ايه الاول اللي هيتعامل الجامع الاول ولا الضربة ولا لا القسم الاول يا استاذة لان القسمة مسبقة على الجامع والطرح قسمة يبقى هنا ستة زائد تمانية تقسيم اتنين يعطي اربعة ستة زائد اربعة يعطي كام عشر عشرة فعلا بتساوي عشرة يبقى العبارة ايه صحيحة نفس النظام السؤال رقم جيم سبعة ناقص اتنين ضرب تلات هاجيب نتج العملية دي سبعة ناقص اتنين يعطي خمسة خمسة ضرب تلاتة يعطي خمسة هنا سبعة ناقص اتنين في تلاتة بستة سبعة ناقص ستة كام واحد هل الخمستاشر بتساوي حد يبقى العبارة دي خاطئة نفس النظام السؤال رقم دال ورقم هاء اتمنى من الطلاب بارتك اليوم ما يحلوها ويوروها لي اشوفهم حلوم ازاي نيجي على الصفحة اللي بعدها اللي هي صفحة خمسة واربعين بيقول لي طع الاقواس في العملية الحسابية التالية لجعلها صحيحة السؤال رقم الف السؤال رقم الف نركز كده مع بعض السؤال رقم الف بيقول لي ستة زائد اتنين ضرب خمسة بتساوي اربعين هو بيقول لي طالب مني ان انا احط الاقواس في هذه المسألة في طالب هيعمل كده استاذ انا احط الاقواس كده احط الاقواس هنا يعني تعالي شوف الاول وفي طالب تاني هيقول لي لا استاذ انا هعمل ستة زائد احطك الاقواس في اللي اثنين ضرب خمسة مين اللي هيجري مين اللي هنشوف انواء صح الناتج ستة زائد اتنين تمانية تمانية في خمسة باربعين تعالي نشوفوا الطالب التاني ستة زائد نجري الاقواسkor اللي اثنين في خمسة بعشرة ستة زائد عشرة ستاشر يبقى انها الاصح ان انا نحط القص هنا ولا القص هنا لا الاصح اللي هو الطالب الاولاني يبقى فعلا علشان نحط الاكواس هيبقى كده. تمام? ناخد السؤال كده رقم بقى. تلاتة زائد اربعة ضرب اتنين زائد اربعة بتساوي اتنين واربعين. في طالب هيعمل لي كده. نركز مع بعض. تلاتة زائد. اربعة ضرب وهنا كوس يا استاذة. في طالب تاني هيعمللي كده. نكمل. في طالب هيقولي تلاتة زائد اربعة كوة كوس ضرب اتنين زائد اربعة كوة كوس. في واحد تاني هيقولي لأ. تلاتة زائد اربعة ضرب اتنين زائد اربعة. نحط الكوس كده. تعني شو? تلاتة زائد اربعة نفكر الاكواس الاول. تلاتة زائد اربعة يعطي سبعة. ضرب اتنين زائد اربعة يعطي ستة. ايه ده? الستة في سبعة يا استاذة باتنين واربعين. يبقى الطالب ده حله صح? تمام. لحل كده نشوف الطالب التاني. تلاتة زائد. هنفيك الاكواس الاول. اتنين في اربعة تمانية. زائد اربعة. بتساب. تلاتة زائد تمانية يعطي كم? حداشر. حداشر زائد اربعة يعطي قمستاشر. يبقى انه الطالب الاصح ده ولا ده? لا ده. يبقى الاكواس هتتحطي ازاي? كده? ثم كده. تمام? بنفس الطريقة السؤال رقم جيم. بنفس الطريقة السؤال رقم ده. تعال ناخد السؤال اللي هو الرابع. بيقول لي هل العبارات الاتية? هل عبارة صحيحة ام خطأة? اذا كانت العبارة خطأة فصحها. اول حاجة. بيقول لي الاربعة في تسعة. بتسوي ستة وتلاتين? هي فعلا صح. ستة زائد تلاتة ضرب اربعة بتسوي تمنتشر? استاذة. فين الورقة اللي حضرتك معلمهاني? اهان. اول حاجة. انا عنتي جامعة وعنت ضرب. قال انهي المسبقة. ضرب ولا جامعة? لا. ضرب الاول. يبقى انا هاجر الضرب. تلاتة فاربعة يا استاذة باثناشر. تلاتة فاربعة باثناشر. ستة زائد اتناشر يعطي تمنتشر. الاجابة صحيحة يا استاذ. ستة زائد تلاتة ضرب اربعة. اجر الضرب ولا الاكواس الاول يا استاذة? الاكواس. ستة زائد تلاتة يعطي تسعة. الاربعة في تسعة بستة وتلاتين. فعلا الاجابة صحيحة. ستة زائد تلاتة ضرب اربعة. دعني نفكر الاكواس. ستة زائد تلاتة يعطي تسعة. الاربعة في تسعة بستة وتلاتين يا استاذة. وليست تمنتاش. يبقى تخطط المفروض ستة وتلاتين. تمام يا جماعة? تعال ندخل على السؤال الخامس. بيقول اوجة ناتج كل من العمليات الحسابية التالية. شفتوا هنا لما يقول للضرب والقسمة قبل الجامعة طرح. اهيه. ان الضرب والقسمة قبل الجامعة والضرب. تعال ناخد السؤال رقم خمسة. بيقول لي سبعة زائد اتنين ضرب اربعة. اول حاجة عنت جامعة وعنت ضرب اول انهو المصبقة. انهو المصبقة. اهو الضربة اول قسمة يا استاذة. الضربة اول قسمة. يلا انا اخد الضرب. يبقى هنا كتا سبعة زائد. اللي اتنين فاربعة بكم? بتمانية. تمام ولا غلط? يبقى سبعة زائد تمانية يعد خمستاشر. نفس نزام رقم بقى. نفس النزام رقم بقى خمسة في تمانية نقص اربعة. نجري عملية ايه يا استاذة? الضرب الاول. الخمسة في تمانية باربعين. اربعين نقص اربعة يعطيه. تمام? يعطي ستة وتلاتين. نفس النزام سؤال رقم جيم. خمستاشر زائد حشرين تقسيم خمسة. انهو الاصبق. الضرب? ولا الجامعة? الكسمة يا استاذة. يبقى الكسمة عشرين على خمسة يعطيه اربعة. وبعدين اجمع على خمستاشر يعطيه تسعتاشر. وهكذا. السؤال رقم دال وهاء وواو. اتمنى برتك من الطلاب ان هم يخلوها ويوروها لها بحيث اقايم كل طالب. تمام? تعال كده ناخد السؤال رقم تمانية. بيقول في السؤال رقم تمانية او الاعداد المفقودة. تلاتة زائد اربعة زائد كام يعطي تسعتاشر. السؤال سهل جدا جدا جدا. اول حاجة انا هفكر الاكواس. التلاتة في اربعة يعطي كام يا استاذة? اتناشر. اتناشر زائد كام يعطي تسعتاشر? يعطي سبعة. بسيطة جدا. هنا خمسة في خمسة بكام? بخمسة وعشرين يا استاذة. خمسة وعشرين نقص كام يأتينا تلاتة وعشرين يا استاذة. خمسة وعشرين ناقص. اتنين. اربعة في خمسة بكم? بعشرين. عشرين ناقص كم يعطي اتناشر? عشرين ناقص. تمانية. سهل جدا. السؤال التاسع. هحل منه الف وباء. ورقم جيم اسيبها للطالب. السؤال رقم الف. السؤال رقم الف. بيقول لي تمانية زائد خمسة ناقص سبعة بيحط اكبر ولا اقل? اول حاجة يجيب ناتج العملية دي. تمانية زائد زائد خمسة. اول حاجة اعمل للاقواس الاول. تمانية زائد خمسة يعطي كام? تسعة عشرة حداشر ناشر تلتاشر. يبقى هنا كده كام? تلتاشر ناقص سبعة. تلتاشر ناقص سبعة يعطي كام? يعطي ستة. اهي ستة. تمام. بيقول لي تمانية زائد سبعة. يعطي كام? خمستاشر. خمستاشر ناقص خمسة يعطي عشرة. الستة ولا العشرة الكبيرة? لا. العشرة يبقى علامة اقل ناخد السؤال رقم باختنين زائد تلاتة زائد اربعة اول حاجة انا هشوف العملية دي ونشوف العملية دي ونشوف 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 انهو الاكبر وانهو الاقل تمام هنا اتنين ضرب حجر الاقواس الاول تلاتة زائد اربعة يعطي سبعة الاتنين في سبعة يا استاذة بارباع تحت ا obes variation. الطبع نشوف دي اتنين في تلاتة بستة. ستة زائد اربعة هي يعطي عشرة. انهو الكبيرة انهو 14 ولا العشرة؟ طبعا انهو بعتاشر يا استاذ السؤال رقم جيم برضك واجب يبقى في هذا الدرس تناولنا قوانين الحساب وكيفية تطبيقها وكيفية التعامل معها ان بالاقواس الاول ثم عملية الضربة وكسمة ثم عمليات الجامعة والطرح الواجب السؤال الاولاني ها وواو في السؤال التاني دال وها في السؤال التالت جيم وادال في السؤال الخامس دال وها وواو وفي السؤال التاسع رقم جيم اتمنى من الطلاب ان يحلها واتمنى لك جميع التوفيق ان شاء الله